لم يحمل العام 2019 سوى مزيد من المعاناة والويلات على مدينة القدس المحتلة وسكانها جراء إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة والمتصاعدة وعمليات التطهير العرقي في مقابل تكثيف المشاط الإسطلطاني بهدف تهويد المدينة وتقليص حجم الوجود العربي والإسلامي فيها كان هذا العام الأسوأ في تاريخ القدس منذ احتلالها عام 1967 والأكثر وطأة وقتامة على الأقصى المبارك بما شهده من تزايد في وثيرة الاقتحامات حتى وصلت أعداد المقتحمين لألاف من المستوطنين ولسيما الدعوات اليهودية لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم فوق أنقاضه بالإضافة لمصادرة مئات الدنومات من الأراضي لصالح بناء المسوطنات وهدم المنازل والهدم الذاتي نهيك عن التنكيل بالسكان وفرض الضرائب والمخالفات المختلفة وخلال هذا العام لم تسلم المؤسسات المقدسية من الاعتداءات الإسرائيلية حيث أغلق الاحتلال عدة مؤسسات تعليمية وإعلامية بقرار صادر عن وزير الأمن الداخلي جلعاد أرادان كما قمع الاحتلال العديد من الفعاليات التضامنية بالمدينة وصعد من سياساته التي تستهدف هوية القدس والأقصى ومحاولات تفريغه من المسلمين ودفع المستوطنين على اقتحامه وممارسة طقوسهم التلمودية إنما دفع الاحتلال على التماد في عدوانه على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالمدينة المقدسة وإجراءاته ضد المقدسيين والسهدافهم في مرافق حياتهم كافة هو الصمت العربي الإسلامي والظروف الإقليمية كل هذا لم يمنع الفلسطينيين من التصدي والدفاع عن المدينة المقدسة كيف لا وقد قدموا عشرات الشهداء والجرح والأسرى في سبيل قضيتهم العادلة